صباح الخير مونير عجم بها الفيديو هنركز على موضوع كان عم بتمدقه شوى على احد الجروبيات على فيسبوك واللي هو اللي علاقة بالعقود هلا مش هنحكي اليوم بممارسات وانواع العقود بنوع ممارسة وان ممكن يكون عم بصير فيها خطأ وصح هبس يكون تعريف شوية اليوم اكتر اكادمي بالطبع اذا مدرس نحن البنبك والبي ام بي وغيره يمكن نسمع انه في Ting aluminum عقود رئيسيه لевидنيaxed protective contract وعندنا cost plus reimbursable cost contract وهنا هتوه الانواع العقود كذلPs حسب بطبع الممارسات الامريكية لانه ممكن بكم Ti- ultras آذ ar مرة ريجابs ممكن تكون في اسمائيتين ولكن عhanكم عندنا اتوه ثلاثة انواعki رئيسيه هنا هنا نوعين رئيسيين هنا هنا الفيكس برايس والكوست بلس رييمبرسيبول التام المتيرة هي تدمج اثنين لأن الطريقة أنه يكون الكونيت كوست فكست بس الكميات متغيرة يعني هون مدفع نحن نريد باستوى باستوى الكميات بغض النظر شو هي الكميات الفيكس برايس كونتراك واضح وهو الاكتر استخدامة ممكن اليوم بالعالم إنه بالطبع إذا السكوب تبع المشروع إذا نطاق العمل والمشروع واضح والسابت السعر قادر يكون سابت يعني قادر يجي مقاول أما سالر يعطينا سعر سابت بناء على نطاق مشروع سابت ممتاز هلأ بطبع مثما قلنا شو فيه بتصير ألعاب شو بتصير قصص وحكاية هما لنحن ندخل فيها اليوم الـ Time Material هو بيقول عادة تستخدم بمشاريع اللي هي الـ Quantities ممكن يكون متغيرة ولا مش سابتة متلفق نحنا على سعر سابت للـ Unit الـ Unit ممكن يكون Installation of Pipeline ممكن يكون Excavation ممكن يكون Straight Computer بغض النظر شو هو نوع المشروع كل الكلفة سابتة لكل وحدة لكل unit بينما بطبع الـ Quantities ممكن أكيد بيكون عندنا نحن قسم مثلا أنا بدي 500 من هالنوع يعني أما بدي ألف أما شي بس العدد النهائي بيكون مش محدد تا يخلص المشروع مش هنالك في الناس بسمه Remajerable لأنه بآخر المشروع نحن نعمل نتأكد أنه نشوف شو هي الـ Actual Quantities Installed موبيل كانت الخطة شو هي ينوضع يعني ممكن نكون نحن بدنا نوضع تقول pipeline طوله 2500 متر نحط 2530 متر مثلا النوع الثالث هو الـ Cost Plus اللي هو كتير ناسب تفهمه لأنه لا يستخدم للأسف يعني أنا صاري هل تقريبا 16 سنة 17 سنة بالدول العربية ناذر ما شفت Pure Cost Plus Contract Cost Reimbursable Contract رغم من وقتا كنت أنا قبل أول حياتي العملية بالـ Project Manage بتأول من سنين وركت مع Exxon Chemical كان كل شغلنا Cost Plus Reimbursable يعني عندي خبرة بالموضوع بناءا لابطبع على الشغل مش نظري هلأ الـ Cost Plus شو بيقول انو عالها نحن المقاول الـ Buyer صاحب المشروع بيحاجي لمشروع ويفضل تلقو Cost Plus بغض النظر ليش هنا فينا نحكي بالأسباب انو وين منطقيا نستخدم من Cost Plus خلينا بشرح العقود اليوم اصلا Cost Plus هون بيقول انو يطاع يا مقاول طاع يا سلر انا هيدا المشروع هيدا هو سكوب تبعيني هيدا بدي نفزو هيدا شكاجول بدي مبدئيا شو ممكن يكلفني عطيني تسعير وعلى اساسها نحن متفق المقاول والـ Buyer Buyer والسلر يتفقوا على سعر محدد انو هذا هو Base Price لهذا المشروع تنقل 10 مليون دولار هذا Base Price ويا مقاول اذا بتقدر تنفيذ لهذا المشروع ب10 مليون دولار متفق هعطيك مليون دولار بروفت اوكي ولا 500 ألف المهم تنقل مليون خلي أركوهم هنا 10 مليون ما بس هيك دعنا نشتغل بطريقة تعاونية هلا في هون عندنا انواع خلينا قبل ما ندخل بالتعاون ندخل بثلاثة أنواع Cost Plus يعني هون منرجعة نقول مشروع 10 مليون وأنا هعطيك 10% اوكي 10% بغض على الكلفة يعني اذا المشروع كلف 10 مليون حيطلع له المكاول مليون اذا المشروع كلف 20 مليون المكاول حيطلع له مليونين برافت يعني هون ما في عنا شي محفز للمكاول يخفض أسعار المشروع بطبع اذا منشيل الموضوع الأخلاكي على جنب اذا المشروع كلفة المشروع طلعي بطبع المكاول حيطلع أربيحه معه لأنه مبدئيا عم بيقبض حسب الكلفة شو عم بيكلف المشروع والكلفة هي من الباير يعني هون فينا نقول ممكن يكون المكاول في كتير ناس بالطريقة المكاول هيعمل ألعاب ويشتغل طريقة غير أخلاقية تزيل السعر لا نحكي مسؤول عن هالشي كمان هذا يعني الموضوع هون متشعب كتير إذا منضل شوية أكديمية عن الموضوع هون نقول نحنا تنقل لعنا نحنا الكاس بلاس لأنه لدينا الكلفة اللي هو المكاول بدي قد ينفويتير بكل شي حتى بالمعاشات طبعا ومصفينه وعلى أساس الباير بيردله مصرياته يعني بيكون كلفة صافية المقاول مع بيقصر شي وفيه بالطبع فوق مننا الأرباح اللي هي تنقل إذا برسنتج بتكون مرمأ لنا تنقل 10% طلعت الكلفة لزة الكلفة 10% بالطبع هذا الشي هو هذا النوع العقود الأكتر رزكي للباير النوع التامي من الكاس بلاس كمان نفس الشي كلفة مع الربح الربح هون يكون ممكن يكون فكس في يعني نقول النفس الشي ناخد مشروع 10% مليون بس نتفق على مليون فكس خلص ثابت الكلفة طلعت يعني كلف المشروع 8% مليون والله 12% مليون المقاول هيقبض 1,000,000,000 دولار النوع التالت اللي هو هون تعود نشتغل ك بارتنرز وفر علي تفاعل نحنا البيز سيكون 10,000,000 ومليون مليون هون يا مقاول تعالوا نشتغل بطريقة كالشركة ونجري نتعاون كيف نخفض السعر وانا كيف اك على هذا كل دولار بتوفر علي سيعطي جزء منه ممكن يكون نص يعني حين ممكن يتفق على 50-50 اما 70-30 60-40 80-20 المهم يعني معنا كل دولار بنوفر البيز يأخذ منه 80 سنت والسلا يأخذ 20 تنقل إذا فقنا على 80-20 ممكن يكون فيها عكسية يعني هون هون نجري أن نعطي إنسنتيف للمقاول يخفض السعر لكن بنفس الوقت المقاول يمكن يخذ ها وما يركز كثير والسعر يخرج هون نجري نقول للمقاول إذا المشروع يكلف أك وإذا أنت تعتبر حالك أبضايا وقدر تعمل صح وقدر تتحكم بأسعارك منيح معناتها أنا سأعاقبك كلمة العقوب ما حلوية وحتى بعض العقوب ممنوع كلمة البانالتي بس نتفق إنه كل دولار الزيالة سأخذ منك نسبة مئوية يمكن نفس المئوية 80-20 أما يمكن 90-10 يعني كل دولار سأخذ منك 10 سن من الفي من البروفيت لا توصل للصفر يعني ممكن نكون هون المشروع يعني مشروع سأقول إذا ذاو سعره من 10 مليون إلى 20 مليون يعني لدينا 10 مليون زيادة 10 مليون زيادة على 10 مليون مقاول خسر مليون برافيت وال برافيت مليون مليون صور صفر حتى في بعض الأحيان شاهدنا عقود مسمية بونز بونز يعني أنه لا إذا المشروع استكلف أكثر من هك المقاول يخسر بصور المقاول يدفع من جابته هذه بطبع نادرة جدا هذه نواع العقود بشكل عام نحن شرح الغير لدينا ثلاثة أنواع عقود رئيسية اللي هل الفيكس برايس و الميجز المنظ För الموضف و تصمي ها لذي لدينا COST بلس و المنظف و المنظف المنظف ممك حتى بالفكس برايس يمكن المنظف المنظف من المنظف و المنظف 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 هو مستقل لكن حال عمل مع المنظف لأنه الهدف لأنه تتعاون نحن مع بعضنا. والمقاول تقريبا عم بيشتغل اتنو رسك يعني نو رسك من ناحية انه كل التكاليف عم يدفعها. الريسك لبعه بس الربح. بشان هيك هون المقاول بهم يشتغل بطريقة صحية حتى يتزيد ارباحه. ومشان هيك نحن بنقول نحنا حتى بعد قصة البي ام بي بتركز انه الهدف من المع عقود بين الباير والسلر. شو المقصود هون? انا كباير بدي يخفف كلفته. وكالسلر تزيد ارباحه. طبعا ما فيه شي بناقد هلا تزيد ارباحه وعضاه ريسه يصبح شي تاني. بس لا بس لا بس نتعاون نحن بكاس بلوتس كونتراك. انسان تفي. قدرين نحن نشتغل بطريقة جايدة جدا. مثل ما قلت هون بالدول العربية كتير بخافوا من انواع العقود. ويعتبروا بموضوع فساد وقصص محكايات. هادي لوضوع الفيديو تاني فينا نحكي فيه. بس انا مثل ما اذكرت سابقا شخصيا اشتغلت على اكتب المشروع انسان تفلوس. اشتغلنا على مشروع ميجا بروجيك بسنجابور. من الـ 94-97. من الـ 92 بلاشنا اشتغل عليه. كان تقريبا 800 مليون دولار للمشروع بهديك الايام. اليوم هي 3-4 مليار. وكان كاست بلس انسان تفلوس. وكان في عنا 3 انسان تفلوس. عنا انسان تفلوس السيفتي. انسان تفلوس. وانسان تفلوس. نفس الشي اشتغلنا على موضوع بارتنورينج انلايس كنتراكت بامريكا. كمان اواخر التسعينات قبل ما تركت امريكا. كمان كان انسان تفلوس. مشان هيك انه لما نجي بحكي انا من موضوع انه بعض الممارسات ممكن تكون تنفهم خطأ. بالطبع لانه كير بيخافوا منه. هون نحن نكون تنشتغل كاس بلاس كونتراكت. بطبع الباير لازم يكون عنده خبرة بادارة هالانواع المشاريع. ام كما قلت ملاحة تخيل كير بموضوع الممارسات. ام خلينا بس بالموضوع التوضيحي. واعتقد بضحنا الموضوع. ام و الى اللقاء في فيديو اخر. شكرا.